اختار سلاح الدين الشنغيطي مرشح حزب الأصالة والمعاصرة في الانتقابات الجزئية بإقليم برشيد سوق سبت العسيلات للتواصل مع عمومي ناخبي إقليم برشيد وشرح أهدافه المتوقات من ترشيحه لانتقابات التشريعية الجزئية المزمع تنظيمها يوم الخمس المقبل سنده في ذلك رؤساء ومتخبي ومواطني جماعات ترابية الحمد لله كانت واجدوا في سوق العسيلات لتابع الجماعة الساحل أولاد حريز الحمد لله الجولة دينا وسط السوق أعطتنا واحد الارتيح كبير كان تجاوب كبير وطالب كبير أن حزب التراكتور هو اللي يفوز بهذه الانتخابات وأنا من هذا السوق هذا كانت وجاء الساكينة للإقليم باش تعطينا وتصوت علينا وتصوت على التراكتور بكتفة باش احنا تبقى هذه الاستمرارية لان كما كتعرفو إقليم برشيد كيسير بزافت الجماعات وعنده جوجة النواب البرنامانيين والحمد لله الساكينة فرحانة بتغيير من 2015 و2016 وبغينا باش تكون الاستمرارية تعاوتوا وتصوتوا على الأصل المعاصرة على التراكتور في 7 ديسمبر 2017 ولقيت حملة مرشح رمز حزب تراكتور تجاوبا شعبيا ورحبت به مختلف الفئات العمرية للناخبين اشتركوا في القناة